نروح لباريس من أمام واحد من أشهر معالم باريس تحديداً توريفال حنشوف مرسلتنا هناك سارة بن علي هتقدم لنا إيه مع جمهور النادي الأهلي في باريس معكم مرسلتكم سارة بن علي من باريس قناة الأهلي تعود لكم ببرامج متعددة مختصة في الرياضة وخصيصاً بمستجدات فريقكم المفضل الأهلي نحن دائماً في الموعد نرافق مساندي الأهلي الأوفياء وهم يتابعون مستجدات فريقهم المفضل عن بعد الأهلي فريق عريق تمكن من التحصل على كأس دور أبطال إفريقيا لثمان مرات وهو من أكثر الفرق التي تم تكريمها بمصر لقد قابلنا العديد من أحباء الأهلي في باريس وهم ينتظرون بفارغ الصبر عودة فريقهم لأرض الملعب بعد الجائحة العالمية وهناك إجماع على أهمية البث الحي المباراة الودية على قناة الأهلي ويصرون أيضاً على ضرورة نقل المباراة الرسمية الوطنية منها والإفريقية على المباشر وهنا نقدر أن نجزم أن وجود قناة الأهلي اليوم على الساحة الإعلامية تطمئن العديد من أحباء الأهلي الذي يجدون في بعض الأحيان صعوبة تقنية لمشاهدة المباريات من هنا فصاعداً الموعد يكون مع قناة الأهلي ترجمة نانسي قنقر